نناقش هذا الملف وملفات عدة مع النائب عن ائتلاف دولة القانون السيد عقيل الفتلاوي سيد عقيل أرحب بك وشكرا لنضمامك معنا في هذه الساعة الخبرية قبل الخوض في ملف رئاسة الليجان النيابية البرلمان الدائرة العالمية في البرلمان أعلنت قبل قليل تأجيل جلسة الاثنين إلى يوم الثلاثاء بغية استكمال مشروع الموازنة أو ما تفاصيل هذا التأجيل بداية كان من المقرر أن يكون يوم الجلسة يوم الثلاثنين ولكن تحسبا لأنه قد ترسل إن شاء الله مجلس زراء يرسل لنا الموازنة وهذا الأمر يستدعي معه أن نلغي العطلة التشريعية ونذهب باتجاه إكمال متطلبات إقرار الموازنة فلذلك نحن منتظرين ومتأملين على أنه تأتي الموازنة قبل بداية العطلة التشريعية إذا جاءت العطلة التشريعية يصير علينا صعب دستوريا أنه مثلا نلغيها وقبل هذا الوقت من الممكن أن تلغى العطلة التشريعية حتى يصار إلى مناقشة الموازنة على اعتبار أن هناك حاجة ملحة لقضية الموازنة وهي متأخرة ويحتاج من عندنا وقت طويل أيضا لجنمالية تحتاج وقت طويل مناقشات ومبحثات مع الوزارات المعنية بالنتيجة في منتظرين الموازنة حتى نبدأ بقضية إلغاء الفصل التشريعية من كلامك سيات النائب أن هناك اتفاق داخل السلطة التشريعية فيما إذا وصل مشروع قانون الموازنة من الحكومة يوم الثلاثة البرلمان لن يذهب بتجاه الوقت ماتتفاق هذا يعني إلزام هذا على البرلمان نحن الآن نبحث عن هذا الإلزام نحن كبرلمان نريد أن نلزم أنفسنا بهذا تنتظرون فقط أرسالها من الحكومة يعني آخر يوم يوم الخميس لذلك عملية رجاء الجلسة قد يتباح أيضا جلسة أخرى نحاول بذلك أنه تأتي الموازنة حتى يتم مناقشتها وهذا الأمر طبعا مهم جدا له مساس كبير بحياة المواطنين الاعتبار أنه قضية الموازنة هي من أهم مشاريع القوانين التي يجب مناقشتها في هذه المرحلة طيب مدة يعني كم سيستغرق مناقشة الموازنة مع اللجان مع الوزارات حسب طلاع أو معلوماتك يعني أحسن المتفائلين تفائلون مدة شهر هذا وقت أيضا طويل ربما أكثر من ذلك يعني إذا صارت اعتراضات سياسية والتجاذبات وحديث مكونات وحديث كتل قد يستدعي هذا الأمر أكثر ولذلك نحن مستعجلون بهذا الموضوع طيب إن شاء الله اتفاقات موجودة بهذا الأمر على اعتبار أنه الآن الحكومة مقصته أن اليوم الحكومة المشكلة هي من خلال كتل سياسية متفقة على هذه الحكومة وربما لن تكون هناك اعتراضات كبيرة في أرقام الموازنة ما نبدأ نتعامل مع الموضوع بحالة مثالية مثلا ولكنه أفضل من سابقه من سابق الموازنات على اعتبار الظروف والمناخ الآن متاح لكثير من التفاهمات لا سيما أن الحكومة قد تم تكليفها مؤخرا وبالنتيجة هي حكومة ولدت من رحم كل الكتل السياسية تقريبا التي موجودة أعتقد أن هناك توافق ولكن هذا لا يعني أن الموضوع سيأتي بفترة قليلة جدا الموضوع يحتاج على الأقل شهر بالحديث عن موضوع رئاسة اللجان سياد النائف موضوع رئاسة اللجان هذا الموضوع تأخر ومن المفترض أن يكون هذا الموضوع قد انتهى وتم تسمية رئاسات اللجان خاصة وأن الحكومة تم تشكيلها واكتملت أيضا برأيك ما هو سبب هذا التأخير إلى أي مدى يلعب موضوع عدم التوافق دور بعدم تسمية رؤساء اللجان النيابية الحقيقة موضوع اللجان يعني للأسف الشديد يطغى عليها العرف وليس القانون لأنه النظام الداخلي لمجلس النواب وضع آلية بسيطة جدا وهي أنه من يرغب النائب رغبته أولا وتخصصه وخبرته هذا الأمر حتى الانتماء لللجان وعضوية اللجان لم يكن حاضرا على اعتبار أنه الكتل السياسية هاللي يترى هذا العرف الأول هذا العرف الذي سار تخالف مع النظام الداخلي الكتل السياسية ترفع إلى يعني رئيس مجلس النواب بأنه هذا فلان يصير كذا هذا فلان يصير كذا هذا فلان يصير كذا بعض الكتل السياسية بسبب التهافت على اللجان القوية اضطرت إلى أجراء قراءة لأنه هو مو يعني تخسر أبناء كتلتها على سبيل مثال خلي أضرب لكم مثال بي آني شخصيا أنا مهندس الكهرباء اللي موجود الوحيد في داخل مجلس النواب عضو مجلس النواب مهندس كهرباء الوحيد الآن أنا بعيدا عن لجنة الكهرباء والطاقة بسبب أنه الأخوة اللي رادوا إلى لجنة الكهرباء اضطرت رئاسة الكتلة مالتنا إلى أن تجري قراءة فذهبت إلى لجنة آخرى وهي لجنة النقل والاتصالات إن شاء الله أيضا هي لجنة هندسية وتحتاج عمل من عدنة وتحتاج جهد فلذلك نتمنى الأخوة اللي موجودين باللجنة الكهرباء أن يعملوا بصورة جيدة وهم إن شاء الله أهل لذلك فإذن بالنتيجة العرف السياسي لكن هذا لا يمنع دوركم رقابي كنائم أقول ما يخالف لا يعني وجودك باللجنة يفرق لأن ترتيب اللجنتك الأخرى طيب ما المانع من كسر هذا العرف السياسي يعني هذا عرف ما أعتقد يعني الآن بالوقت الحال ما تحدث رغم يعني لأن الجو السياسي اليوم أكثر توافقا إلا هو هذا الأمر بما أنه هناك توافق إذن فهذا العرف سيكون سائد أكثر من غيره في أكثر من مرة الأخوة المستقلون الآن في تقريبكم سمعنا أكثر من أخ يعني يطالب بأنه يطالبون بمثلا رئاسة لجان ويطالبون بعضوية ويطالبون كذا هم أنصفوا بالعضويات ولا أعتقد أنهم سينصفوا بالرئاسات يعني مثلا هذا راد لجنة النزاهة وهذا راد لجنة المالية وهذا راحوا يعني نحسدهم نقول الله لو مستقل هساني أروح يا لجنة لديه في البداية كان العقوة المستقلين يعني راحوا على رغباتهم للجان من إجد قضية الرئاسات أصبحت القضية الآن الاتفاق السياسي حاضرا أيضا الآن دخلنا بعرف آخر وهو أنه أنت مثلا رئيس اللجنة على سبيل المثال لجنة المالية يجب أن يأخذها إما كردي أو سني واللجنة الأخرى لجنة النزاهة هم كذلك يعني ماذا ما ترعى اللجنة أو ما تراقبه يجب أن يكون بالعكس من الموضوع يعني لجنة الأمن والدفاع مثلا على سبيل المثال ما الضير أن يكون من المستقلين يعني والمشكلة يعني أنه تبقى المستقل منه إليه إذا أما ما متوافقين وما عندهم قوة يعني أو ما متكاتفين ما مسوين كتلة تقدر تنادي وتقول يا با أنا مثلا يعني أنا هاي كتلتي أريد كذا أريد كذا أريد كذا الموضوع موضوع كتل لأنه حتى في داخل المكون هناك أيضا تنافس يعني هذه اللجنة إلى الإطار التنسيقي إنه بالإطار التنسيقي منه؟ هل لدولة القانون؟ لفتح؟ لكذا 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 داخل الفتح نفسها أيضا هناك تنوع بعملية اختيار اللجان ورئاساته لذلك تشوف الآن منعكفة الأخوة اللي موجودين الآن بكتل السياسية منعكفين لترتيب هذه المنظومة وطبعا أيضا راح تصير اتفاقات سياسية على قضية رغم أنه موضوع موضوع انتخاب ولكن قضية رئاسة اللجان أيضا راح تأخذ مدى سياسي ضمن العرف الذي ذكرته لك طيب أليست هذه هي ذاتها أخطاء الماضي في الحكومات السابقة عرف المحاصصة وبالتالي رئاسة اللجنة الفلانية لا تستطيع مراقبة أداء الحكومة بشكل مستقل قصدت أن هذا سبب الحكومات ليس الحكومات شعلي هذه قضية بداخل البرلمان أقصد العرف هذا العرف أليس هذا خطأ؟ العرف هذا ساد في البرلمان وليس في العكومة يعني قصدت أنه تأثرت الحكومات بسبب هذا العرف نعم صحيح نحن بتقديري الشخصي كان يجب أن تأخذ هذه الاعتبارات الموجودة بالنظام الداخلي لمجلس النواب وهو قضية التخصص قضية الخبرة حتى ومن ثم هذا النواب يذهبون إلى أن يملأوا شيفياتهم ودائرة متخصصة لتوزيع اللجان كل حسب إمكانياته وكل حسب تخصصه وخبرته يعني لأنه عضوية ورئاسة اللجنة ليس شهيين اليوماني لا أعدي إمكانية لا أعدي تخصص ورأى السجنة لا أعدي ذاك المؤدس صحيح واللجانة قسمت أي ألف وباء وجيم مو ضمن محددات أيضا محددات عرفية تشوف اللجنة هي لها تمام المساس بحياة المجتمع ولكنها مصنفة جيم وشوف الأخوة النواب ماذا يعني ألف وباء وجيم؟ يعني مثلا لجنة النزاهة والمالية والأمن والدفاع والعلاق هذه تعتبر أليف اللجنة الثانية مثلا الخدمات من ضمن الألف النقل والاتصالات كذا كذا أكو اللجان مثلا لجان لجان المرأة لا أحد يروح إلى اللجنة يا بروح اللجان أنت أخواتنا البرلمانيات أرى عن لجان المرأة أخوة المرأة من أكثر الأمور الأسئلة ماذا سبب سيادة الناب؟ يعني يشوف النواب تدري جايين من رحم عملية انتخابية فهو يريد يبني نفسه جو من الوجود الاجتماعي ما تحقق إلى هذه اللجنة أو تلك فيذهب إلى اللجان التي تحقق له ذلك لما يرأس لجنة أو يعني يكون عضوا في لجنة مهمة يقدر يحقق من خلالها مكاسب لجمهوره وهذا طبعا أيضا نعتبر عرف نتمنى تغييره سؤال أخير يعني موضوع رئاسة اللجان برأيك متى سيحسن خاصة إذا ما وصل مشروع قانون موازنة سيدخل البرلمان بعطلة الفصل تشهر يعني أعتقد إذا ما وصله أو إذا وصله كل ما بعد إذا زائده إذا لم يصل ستدخلون بعطلة يعني إذا لم يصل أعتقد أنه الموضوع يعني مراح للحك بتقدير الشخصي يعني ماكوشي يعني إذا وصل رح نلتقي بالموازنة لا بس يصير عندنا مجال لأن الموازنة رح تناقش كثيرا بأروقات اللجنة المالية ونحن موجودين بداخل مجلس النواب يصار إلى أنه ناقش الآن على أقل تقدير اللجانة الرئيسية نبدأ بها على التبار أيضاً توافقات سياسية تحكمنا فيسبب هذا الموضوع نحن محكمين بتوافقات سياسية لا أخفيك سيد العزيز وسيدتي لأن هذا التوافق السياسي بعد أصبح عرف الآن الشأن غيره لا أعرف يعني يصير ضغط برلماني يصير حتى التغيير بتوليفة البرلمان من جديد نعم نضح إذن النائب عن اتلاف دولة القانون سيد عقيل الفتلاوي كنت معنا شكراً جزيلاً لك شكراً سيادة النائب